مجازة ثانية صباحا من أونلايف أهلا بكم برعاية رئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق اليوم فعليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف يبحث المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين موضوعات حول دور القادة وصنع القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلية على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعوضات مالية قدر وخمسمائة وأربعين مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسبب فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير دعا رئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى زيارة البيت الأبيض وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا إن عباس وترامب بحثا هاتفيا سبل استئناف مفاوضات السلام حيث أعرب ترامب عن التزام بالسعي لتحقيق سلام شامل بين الفلسطينين والإسرائيليين وبدوره جدد عباس التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في محيط منطقة المجيدل بالريف الشمالي الشرقي لمدينة درعا وذكر المصد السوري أن الجيش النظامي استهدف سيارة تابعة لمسلحين على طريق الواصل إلى بلدة بريف درعا الشمالي الغربي فيما قصفت قوات الجيش مناطق في بلدة النعيم الواقعة في الريف الشرقي قالت القوات العراقية أن استعادت حيين إضافيين في القسم الغربي من مدينة الموصل من قبدة تنظيم داعش وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى أن القوات بانتظار أوامر بالتقدم نحو المدينة القديمة التي تقع مباشرة غرب نهر ديجلا وسط المدينة جيدا من موجة شكرا لكم